اشتركوا في القناة وقد تداول المستثمرون خلال هذا الأسبوع أسهم 16 شركة ارتفعت أسعار أسهم 8 شركات في حين انخفضت أسعار أسهم 3 شركات واحتفظت باقي الشركات بأسعار إقفالها السابق وقد استحوذ على المركز الأول في تعاملات هذا الأسبوع قطع البنوك التجارية أما المرتبة الثانية فقد كانت من نصيب قطع الخدمات أما على مستوى الشركات فقد جاءت شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة في المركز الأول في حين جاء في المركز الثاني بنك البحرين الوطني